مرحبا إسلام قبل ما نبتدي هتلاقي تحت في الـ description رابط كل الـ data المستخدمة في الـ workshop ما تنساش تعمل لايك وتشارك المحتوى مع حبيبك أكيد كمان الجزء الخاص بالرصيف عندي مش هيكون صلت بالشكل ده كده أكيد هيكون فيه أحجار هي اللي قفل عندي على الرصيف هنا فبالتالي ممكن أمسك الرصيف ده كده مع الطريق نفسه وقال له isolate محتاج هنا هيكون عندي أحجار جانبية بالشكل ده كده على الرصيف فبالتالي ممكن أقول له كولون أقول له اوكي وقال له اوكي بعد كده هلغي بس منه الاكستروت مش محتاج الاكستروت في حاجة ومحتاج ممكن كمان إنه نغير درجة اللون إذا أمكان تكون أفتح شوية بحيس بس تبقى واضحة معايا هو اللي بيحصل هنا حاليا الموضوع بنسبة لي بسيط جدا هو أن أنا هرسم بس قطاع اللي أنا محتاجه يكون يعمل لي الجزء اللي هو الحجر اللي هنا ده فالقطاع ممكن نرسمه بالشكل ده كده هقول له محتاج ريكتانجل بأي مقاس بس حاليا ولو أنت عايز تعمله بالمقاس مزبوط ممكن تاخده من هنا كده اللي هو الخمستاشر سنطي فأنا عندي خمستاشر سنطي بالشكل ده كده بس أتأكد إن الارتفاع ده خمستاشر بس محتاج بقى يكون عندي فيه جزء من الكورنرز دول يكون سموز هقول له وهمسك الجانبية دي واقول له محتاجها إن هي بس تكون نعمة فهعملها بالشكل ده كده بعد ما عملها بالشكل ده بس محتاجها تكون متكسرة فهنزل على على الستيبس هنا وهخليها تكون عشرين مسلا فيبقى الخط معي ناعم بالشكل ده كده كل اللي انا محتاجه حاليا إن انا هحط سويت بروفايل للسبلاين اللي هنا وديله البروفايل ده نضغي بس السناب وبدأ نعمل موب بالشكل ده كده همسك السبلاين عندي اللي انا لغيت منه الاكستروت وهبتدي اروح على موديفاي ومن موديفاي هبتدي ادور على السويت بروفايل وضغط حرف الاس وهحط هنا السويب بالشكل ده كده طبعا هو بعمل لي سويب على الديفولت أنا محتاج أقول له لا محتاج هنا إن أنا هستخدم سبلاين أو البروفايل وهقول له بك محتاجة بك السبلاين ده طبعا هو ممكن يكون يتحط بشكل مش اللي محتاجه بالزبط فبالتالي هبدأ أصبوته بس في نفس المكان وكمان عندي هنا في حاجة مختلفة إنه البروفايل يتحط هنا بطريقة غير هنا فبالتالي محتاج أفصل الاتنين عن بعض فهروح على الاساسي من هنا واقول له محتاج أمسك ده واعمل له بس دي قتاش من جيومتري وهقول له هنا عندي فوق هنا قتاش تحت هنلاقي دي قتاش بالشكل ده كده وهقول له اعمل هالي شيب لوحده وقول له أوكي بالتالي بقى عندي ده الواحده وده الواحده هدخل على ده وابداع عدله وهروح على بالتالي بس أنا محتاج عندي ما يبقاش بالشكل ده أنا محتاجه يبقى مرسوم تحت فهقول له محتاج الخط يكون فوق بالشكل ده طبعا مش محتاج الخط بتاعي يكون برا أنا محتاج الخط يكون جوة كذلك محتاج أعمل او البروفايل بتاعمل معكوس فهقول له بس عمل لي مش الاتجاه ده لا الاتجاه ال اكس والزد اوكي كده اتزبط طيب هاخد بقى السويب ده اخده وراح هحطه بس هنا على الخط التاني بحيس ان انا اقدر اعدل هنا لوحده لا اقول طوله محتاجه يكون برا بالشكل ده محتاجه يلغي فبالتالي هو كده زبط معايا خلاص اوكي بس طبعا في السويب هنا مش محتاجه يكون داخل جوه هنا بالشكل ده كده اروح امسك السيجمنت وامسح السيجمنت اللي انا مش محتاجه ستأكد ان انا مسك الخط بس اللي انا محتاجه ده انا مسك السيجمنت وقول له مش محتاج ده مش محتاج ده ولا الجزء ده هو ده اللي انا محتاجه طب هو دلوقتي املس ما فيوش تقطيعات الحجارية دلوقتي فاحنا هنعملها بس كمان بس ارجع لده محتاجة اخلي الجزمه عنده في السنتر فهقول له من هيراركي هقول له افكت بيفوت وقال له سنتر اوبجيكت هبين هرجع الغي الافكت بيفوت واروح من هنا من برضو همسك السيجمنت وهمسح الاتنين دول هيتبقى لي بس الجزء الكيرل ده مش محتاجه في حاجة خلاص انا اخدته هنا ممكن امسحه ده دي تعادي بحيث انه يبقى المظهر العام بالشكل ده كده لو لاغينا دلوقتي كاد قلت له بس خيط سيليكشن مظهر العام بالشكل كده بس محتاج ده يتقطع فهروح دلوقتي اقول له هقطع ده بس بشكله الطبيعي فمحتاج ان انا امسك ده هقول له محتاجه هطوله بس وبمجرد ما احطي ده بول بولي همسك دلوقتي السيجمنت السيجمنت دي همحتاجه اقول له كريكي مين واقول له بالتالي بيقدر يديني تقطيعات بالشكل ده كده هزودها هزود العادات بتاعها بشكل ده كده لو انت شايف الاحجام دلوقتي بالنسبة لك مرضية فاوكي لو محتاج تقلل شوية ممكن يبقى كويس ممكن اقول له كده سبع كويس اقول له اوكي ممكن دلوقتي كمان اقول له سكيل في السكيل هبدأ اعمل سكيل لكل الخطوط دي بس في العرض بالشكل ده كده بحيس تكون الخطوط بس مستقيمة بدل ما هي كانت ميلة شوية تبقى جاية مستقيمة كده لو رجينا كنترول زد هتلاقي بتترسم فيها ميل شوية كده وده بسبب الكورنر ده لانه كل الخطوط السيجمة اللي انا كنت امسكتها الاول ما كانتش بنفس الطول فبالتالي لما بيجي اعمل اللي الكنكتات بيبقى بتبقى غضة زاوية بالشكل ده كده فانا بقى امسك بس وبابدأ اخطوه بالعرض من هنا كده واسحب بالشكل ده كده طيب انا محتاج بقى ان انا افتح هنا كل اللي محتاج تعملوا انك تقول له تقول له بس وانت بتقول له لازم تضغط على المربع الحواري ده بعد كده لما بيزهر معك بدا تبدأ بس تستخدم المسافات بتاعتها هي الجوة ولا البره تستخدم المسافة بين كل خط والتاني بالشكل ده كده فلو هنقول مسلا ان المسافة بين كل خط والتاني ممكن تبقى صنطي وتبقى بدل ما كل الخطوط تتعامل لبرا لا تبقى الجوة بالشكل ده هبتدي اشوف الاحجار جانب بعضها بالشكل المنتظم ده بس بلاش برضو الفرق يبقى كبير صنط كتير ممكن اخليها نص يبقى كويس ولا اوكي هبتدي كمان بقى ان انا اكمل هنا المشوار معايا للاخر فوق سجل زلك هبدأ اقطع ممكن اعمل تاني بس عشان لو الموضوع حصل فيه مشكلة الغي على طول بس خليني بس الغي اللي هنا واطلع فوق تاني طبعا انا كنت عارف منين لان انت لما بتعمل من هنا بيبدأ يقول لك ان انت عامل هنا على معينة هلغيها وبعد هنا ابتدي بقى اطلع فوق تاني وامسك اللي هي الاساسية عندي لفوق هنا وابتدي اشوف هل في حاجة عندي ممكن اقسمها مش محتاج اقسم دي ولكن محتاج امسك الخط اللي هنا ده والغي كل السجمان تدول والغي برضو السجمان تدول وابدأ اعمل لده اكسترود خد بالك لما تعمل اكسترود هتعمله برضو بنفس المقاس اللي هنا فده ممكن هيبقى بالسالب لجوه لكن ده هيكون نص سنتي بالشكل ده كده واقول له اوكي وابتدي اكمل برضو ده انا بس عملت سجمان هنا اوكي ممكن بقى الغي دلوقتي طلقة طب ممكن هلغي السليكت على الاجزاء اللي مش محتاجها واتأكد ان انا فعلا نلغي السليكت لان الجزء اللي هعمل عليه سليكت هيعمل لي تشابه بالشكل ده كده الحد بس ما يكون معايا خط واحد لو انا كنت اخر حاجة اعملها فعلا وكاتب الاركام عندي اقول له بس ياس اطلع طب تاني ابتدي برضو اعمل سليكت بس المرة دي ممكن اعمل سليكت على اجزاء كتير بحيس ان انا محتاج ممكن الخط ده محتاج الخط ده فبالتالي همسح اللي في النص ممكن هسيب الجزء ده كده كبير الشكل ده ممكن اخد تقطيع هنا كمان طيب دي عشان هتبقى جزء واحد فهنسيبها الواحدة كده مرة الواحدة اقول له هنا برضو اكسترود واقول له اوكي الجزء اللي انا ما عملتلوش بس بالشكل ده كده فارجع كنترول زد وهلغي بعد انا ارجع تاني اقول له واقول له ياس اطلع طب ولو انت محتاج تقطع هنا في الجزء ده ممكن اقول له بس الاول و لما اعمل اخلي بتاعي واحد مش كتير واقول له اوكي بعد كده هقول له اكسترود من هنا هيعمله لي بالشكل ده كده اقول له ياس بس خلاص فكده انا عملت الجزء ده كان ممكن الاسهل برضو انه اعمل الجنب ده الواحدة بعدين اكبيره الناحية التانية ولكن انت لو حابب تشتغل الاتنين فالموضوع هيكون سهل انا بالنسبالي ممكن ااخده كابي عشان ما نمشيش نفس الخطوات تاني ممكن اقول له بس شفت موف اقول له كابي واقول له اوكي واعمل له دلوقتي ميرور لما اعمل له ميرور هطلع من الطب وهاخده بس موف لقدام ومن برضو من المكان الفيرتكس من هنا اقول له بالسناب اعايز احط ده بالشكل ده هنا كده بعد كده تلغي بقى الجزء اللي هو كان محتاج شغل عندي اللي هو ده هلغي دي برضو لو محتاج ان انت تمسح منها الاجزاء اللي مش محتاجها ممكن في ده همسك البوليجون في البوليجون همسح كل الاجزاء اللي مش محتاجها كذلك البوليجون الاخير ده ممكن اخده بحيس بس ان انا بزبط شغلي يبقى اخره هنا لو رحت دلوقتي سي كاميرا تبقى شايف الموضوع جاي مزبوط بالشكل ده كده كنترول اس محتاج احطي هنا العربية بتاعتي فممكن اطلع طب وهقول له انا هيتقول بحيس ان انا اشوف بلوك العربية عندي اللي هو التو دي بحيس لما اجيب عربية انا هحطها على نفس المقاس فممكن اجيب عربية يكون بتاعها باز ولا حاجة فهبقى انا عارف خلاص المقاس بتاعها يكون ازاي هاروح من هنا كده وهاروح على البلوكات اللي انا محضرها عندي العربية دي ده الفايل بتاعها انا فكيت الضغط عنه فبالتالي هو ده هفتح الفولدر وهاخد مع المابس بتاعتي اقول له كنترول سي واحطهم هنا عندي في المابس فولدر المابس بتاعي بتاع الشغل كنترول في بمجرد ان انا ساختهم هنا جنب فولدر جنب فايل الماكس بتاعي بس فايل الماكس بيعمل اوتو باكب في نفس الفولدر فايل الماكس اللي انا فتحه هو ده وهنا المابس بتاعي بمجرد ما انقلتهم هنا بمجرد بس ما هعمل كابل اللينك ويبدأ اقول له بس دخله لي فايل امبورت ميرج وقال له كنترول في انتر وهختار البلوك بتاعي بتاع العربية وقال له اوبن اوبن اوكي هتدخل العربية معايا وبتبقى معمولة بروكسي بالشكل ده بس ااخدها بس اموف بعيد انا لو مسكت البروكسي ده ودخلت من موديفاي قلتوله بعد ازنك محتاج اشوف العربية فاقلتوله من هنا شو مش فبيتالي بيوريني العربية بالشكل ده كده بس نارغي السناب عشان ما يعطلنيش بالشكل ده كده لو مسكت برضو الرجل دي وعملت له الشو فهتبدأت تشوفها طبيعية بالشكل ده كده هي مفصولة عني بس عشان لو محتاج تعمل لها او تكون لفة بالشكل ده كده لكن انا محتاج هتكون فهطلع وهقول له محتاج هتكون كزلك التانية وهبدأ اخد العربية كلها لانه محتاج اعمل لها لان بتاعها داخل عندي مش مزبوط وهنا بيساعدني الكات بتاعي بنزبط وليكن بالشكل ده كده بس طبعا هي طايرة في الهوى فهنزل من هنا كده من وابتدي اخدها موف لتحت وحطها يدوب بس على الارض عندي بالشكل ده كده لو الموضوع مدايقك هزم هوا مدايقني حاليا دلوقتي فانا ممكن اقول له بس اوبن وامسك البروكس ده واقول له شو كزلك امسك رجل العربية من هنا واقول له شو كزلك التانية دي ممكن دلوقتي اقول له لو انت محتاج للون العربية يكون مختلف ممكن تعملوا لون مختلف بالشكل ده كده مختلف بس بمعنى انه يكون مختلف عن ما هو حاوله هنا بحيس انه نقدر اعمل سلكت عليها بسهولة لو انت عايزها كمان دي طبيعيا بتكون وشها بالاتجاه ده لكن لو انت عايز تغير وشها محتاج انه يكون الجزء الامامي هو اللي في الواجهة عندك فممكن تغير بالميرور بالشكل ده كده وتقول له اوكي في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد شكرا